السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلاب موضوعنا لهذا اليوم مراجعة مكثفة للوحدة الثانية الفصل الثالث واللي هي الدرس الأول الجهاز العصبي وصحته الدرس الثاني الجهاز الهيكلي وصحته الدرس الثالث الجهاز العضلي وصحته نبتدأ بأول أجهزة الجسم اللي هي وعدنا الجهاز العصبي الجهاز العصبي مثل ما تلاحظون بالصورة اللي أمامكم هو جهاز يتكون من مجموعة كبيرة من الأعصاب تنتشر هذه الأعصاب بجميع أنحاء الجسم فتنقل الأوامر من الدماغ إلى جميع أنحاء الجسم وبالتالي تنظم عمل الجسم ووظائفه المختلفة على مدار اليوم ولمدى الحياة طبعا بما معنى أنه أي خلل يحدث بالجهاز العصبي رح يختل عمل الجسم وأيضا يختل عمل باقي أجهزة الجسم ليش؟ لأن الأعصاب اللي تنقل الأوامر من الدماغ إذا ضررت فمعناها الأوامر ما رح تنقل إلى باقي أجهزة الجسم فيختل عمل الجسم إذن ما المقصود بالجهاز العصبي؟ الجهاز العصبي هو أحد أجهزة الجسم يقوم بتنظيم عمل الجسم ووظائفه على مدار اليوم ولمدى الحياة الجهاز العصبي يقسم إلى قسمين اللي هي الجهاز العصبي المركزي والجهاز العصبي الطرفي الجهاز العصبي المركزي والجهاز العصبي الطرفي الجهاز العصبي المركزي يتكون من الدماغ والحبل الشوكي الدماغ والحبل الشوكي إذن ما المقصود بالجهاز العصبي المركزي هو أحد أجزاء الجهاز العصبي أحد أجزاء الجهاز العصبي يتكون من الدماغ والحبل الشوكي أما القسم الآخر أو الجزء الآخر من أجزاء الجهاز العصبي اللي هو الجهاز العصبي المحيطي أو الطرفي جهاز العصبي المحيطي أو الطرفي مثل ما تلاحظ الجهاز العصبي المحيطي أو الطرفي يتكون من شبكة كبيرة من الأعصاب شبكة كبيرة من الأعصاب مثل ما تلاحظون إذن إذا أنا أريد أعرف الجهاز العصبي المحيطي أو الطرفي هو أحد أجزاء الجهاز العصبي يتكون من شبكة كبيرة من الأعصاب هذه الأعصاب إيش راح تسوي؟ راح تربط الجهاز العصبي المركزي بأعضاء الجسم المختلفة يتكون من شبكة كبيرة من الأعصاب التي تربط الجهاز المركزي بأعضاء الجسم المختلفة كأعضاء الحس وغيرها بعد ما عرفنا الجهاز العصبي المركزي والجهاز العصبي المحيطي راح نجي على أقسام الجهاز العصبي المركزي مثل ما قلنا الجهاز العصبي المركزي مؤلف من الدماغ والحبل الشوكي نبتدي بأول جزء اللي هو الدماغ الدماغ مثل ما تلاحظ أمامنا جزء من أجزاء الجهاز العصبي المركزي جزء من أجزاء الجهاز العصبي المركزي أين يقع الدماغ؟ مثل ما تلاحظون يقع في الرأس داخل الجمجمة لماذا يقع الدماغ داخل الجمجمة؟ حتى تحميه من المؤثرات الخارجية والصدمات تحميه من المؤثرات الخارجية والصدمات أيضا الدماغ يعتبر مركز السيطرة في جسم الإنسان لماذا يعد الدماغ مركز السيطرة في جسم الإنسان؟ طبعا لأن يتحكم بفعاليات الجسم الحيوية المختلفة لأن يتحكم بفعاليات الجسم الحيوية المختلفة مثل ما تلاحظ بالصورة الدماغ يتكون من ثلاث أجزاء لهي المخ والمخيخ والنخاء المستطيل إذن ما المقصود بالدماغ؟ هو جزء من أجزاء الجهاز العصبي المركزي يقع في الرأس داخل الجمجمة وهو مركز السيطرة في جسم الإنسان لأنه يتحكم بفعاليات الجسم الحيوية ويتكون من المخ والمخيخ والنخاء المستطيل نبتدي بأول جزء من أجزاء الدماغ اللي هو المخ مثل ما تلاحظ المخ أكبر جزء من أجزاء الدماغ المخ هو أكبر جزء من أجزاء الدماغ طبعا المخ يضم مراكز الذاكرة والتفكير يضم مراكز الذاكرة والتفكير وأيضا ينظم المعلومات التي تستقبلها الحواس ينظم المعلومات التي تستقبلها الحواس إذن المخ هو أكبر جزء من أجزاء الدماغ يضم مراكز الذاكرة والتفكير وينظم المعلومات التي تستقبلها الحواس أما الجزء الآخر من أجزاء الدماغ اللي هو المخيخ لاحظوا المخيخ يعتبر المخيخ مسؤول عن حفظ التوازن بالجسم مسؤول عن حفظ التوازن بالجسم إذن ما الجزء المسؤول عن حفظ توازن الجسم؟ المسؤول عن حفظ توازن الجسم هو المخيخ أما الجزء الآخر من الدماغ اللي هو النخاء المستطيل لاحظوا النخاء المستطيل يقع أسفل المخيخ النخاع المستطيل يقع أسفل المخيخ من أريد عرفه أقول هو جزء من أجزاء الدماغ يقع أسفل المخيخ النخاع المستطيل مسؤول عن تنظيم نبضات القلب والتنفس وضغط الدم أما الجزء الآخر من أجزاء الجهاز العصبي المركزي واللي هو الحبل الشوكي الحبل الشوكي لاحظوا الحبل الشوكي هو جزء من أجزاء الجهاز العصبي المركزي وهو تركيب طويل يشبه الحبل ولهذا سميه الحبل الشوكي لأن تركيب طويل يشبه الحبل يقع داخل العمود الفقري طبعا الحبل الشوكي ليش يقع داخل العمود الفقري؟ لماذا يقع الحبل الشوكي داخل العمود الفقري؟ لحمايته من المؤثرات الخارجية لحمايته من المؤثرات الخارجية مثل ما تلاحظ الحبل الشوكي عبارة عن حبل طويل يبلغ طولة بالإنسان البالغ حوالي 42 سنتيمتر يتكون الحبل الشوكي من حزمة من الأعصاب ترتبط من الأعلى مثل ما تلاحظون بالدماغ بواسطة النخاء المستطيل ترتبط من الأعلى بالدماغ بواسطة النخاء المستطيل ويمتد داخل العمود الفقري مثل ما قلنا ليش لحمايته من المؤثرات الخارجية بعدها تتفرأ الأعصاب إلى جميع أجزاء الجسم إذن الحبل الشوكي هو جزء من أجزاء الجهاز العصبي المركزي وهو تركيب طويل يشبه الحبل طوله في الإنسان البالغ 42 سنتيمتر يتكون من حزمة من الأعصاب ترتبط من الأعلى بالدماغ بواسطة النخاء المستطيل ويمتد داخل العمود الفقري وتتفرأ إلى جميع أنحاء الجسم بعد ما عرفنا الحبل الشوكي رح نجي على وظيفة الحبل الشوكي احنا ذكرنا أنه الحبل الشوكي يتكون من مجموعة من الأعصاب تتفرأ إلى جميع أجزاء الجسم وقلنا أنه الحبل الشوكي يرتبط بالدماغ فإذن معناها أنه وظيفة الحبل الشوكي يربط الدماغ مع باقي أجزاء الجسم وتنتقل الإعازات العصبية لاحظوا هذه الإعازات العصبية فيه من وإلى الدماغ أعيد وظيفة الحبل الشوكي يربط الدماغ مع باقي أجزاء الجسم وتنتقل الإعازات العصبية فيه من وإلى الدماغ إذن ما العضو الذي تنتشر منه الأعصاب المحيطية العضو الذي تنتشر منه الأعصاب المحيطية هو الحبل الشوكي بعد ما انتهينا من الجزء الأول من الجهاز العصبي واللي هو الجهاز العصبي المركزي نجي على الجهاز العصبي المحيطي أو الطرفي مثل ما قلت الجهاز العصبي المحيطي أو الطرفي متكون من مجموعة أو شبكة كبيرة من الأعصاب مثل ما تلاحظون الصورة اللي أمامنا اللي هي الأعصاب الأعصاب حزمة تنتشر في جميع أعضاء الجسم حزمة تنتشر في جميع أعضاء الجسم تقوم بنقل الإعازات العصبية من الدماغ وإليه حزمة تنتشر في جميع أعضاء الجسم تقوم بنقل الإعازات العصبية من الدماغ وإليه إذن ما المقصود بالإعاز العصبي؟ الإعاز العصبي أوامر تصدر من الدماغ تنتقل مثل ما تلاحظ على شكل إشارات كهربائية عن طريق مثل ما تلاحظ على أعصاب إلى أعضاء الجسم المختلفة إذن أعيد الإعاز العصبي هي أوامر تصدر من الدماغ تنتقل على شكل إشارات كهربائية عن طريق الأعصاب أوامر تصدر من الدماغ تنتقل على شكل إشارات كهربائية عن طريق الأعصاب إلى أعضاء الجسم المختلفة إذن عمل الجهاز العصبي إل من يشبه؟ يشبه عمل الدارات الكهربائية مثل ما الدارة الكهربائية تنقل أو ينتقل عن طريق التيار الكهربائي أيضاً الجهاز العصبي ينتقل عن طريق الإعاز العصبي إلى جميع أنحاء الجسم بعد ما انتهينا من الجهاز العصبي المحيطي رح نجي إلى نوعين من الأفعال في الجسم طبعاً هناك أفعال إرادية وأفعال لا إرادية الأفعال الإرادية يتحكم فيها الإنسان مثل حركة اليد، الأرجل، العين، الكلام وغيرها أما الأفعال اللا إرادية لا يتحكم بها الإنسان مثل نبضات القلب، حركة المعدة وغيرها آخر سؤال عندنا كيف أحافظ على صحة وسلامة الجهاز العصبي في الجسم الجهاز العصبي أول العادات اللي لازم أتبعها في المحافظة على صحة وسلامة الجهاز العصبي النوم الكافي بمعدل ثمان ساعات يومياً النقطة الثانية ممارسة الرياضة المفيدة بانتظام ممارسة الرياضة المفيدة بانتظام طبعا لأن تنشط الدورة الدموية وتزيد من كمية الدم الواصل للدماغ فيزيد من كفاءة عمل الدماغ إذن ممارسة الرياضة المفيدة بانتظام وطبعا الابتعاد أو تجنب الرياضات العنيفة أو التمرينات الرياضية العنيفة لأن تؤذي العمود الفقري والحبل الشوكي والدماغ لأن تؤذي العمود الفقري والحبل الشوكي والدماغ أيضا تناول الغذاء الصحي المفيد للدماغ مثل الأسماك والخضروات وغيرها تناول الغذاء الصحي المفيد للدماغ مثل الأسماك والخضروات وغيرها بالإضافة إلى هذا الابتعاد عن المدخنين وتجنب التدخين الابتعاد عن المدخنين وتجنب التدخين لأن يسبب ضرر للجهاز العصبي والأجهزة الأخرى يسبب ضرر للجهاز العصبي والأجهزة الأخرى أيضا عندنا عدة أسئلة لماذا ينصح ركب الدراجات النارية بارتداء الخوذة لحماية الرئيس من الإصابة لحماية الرئيس من الإصابة أيضا هل يكون حجم دماغ الإنسان الذكي أكبر من حجم دماغ الإنسان الاعتيادي؟ طبعا كلها دماغ الإنسان الذكي والإنسان الاعتيادي ما لا علاقة بالحجم لكن إن لإنسان الذكي دماغه يكون أكثر نشاط من الإنسان الاعتيادي أيضا لدينا سؤال آخر لم تأثير النوم الكافي في صحة الجهاز العصبي؟ النوم الكافي يريح الدماغ أيضا أبرز الأمراض التي تصيب الجهاز العصبي هي القزاز وشلل الأطفال تتم تلقيح الأطفال بلقاح وبالتالي الوقاية من هذه الأمراض ننتقل إلى الدرس الثاني واللي هو الجهاز الهيكلي وصحته مثل ما دال لاحظ الجهاز الهيكلي يتكون من عظام مختلفة بالشكل والحجم وطبعا أهمية هذه العظام الجسم الإنسان توفر الدعم والإسناد وتكون الهيكل العظمي للجسم مثل ما متبين عدكم بالصورة العظام تكون صلبة ولا تتفتت بسهولة طبعا ليش تكون صلبة وما تتفتت بسهولة مثل ما قلنا لتوفير دعامة قوية للجسم لتوفير دعامة قوية للجسم لاحظوا من خلال هذا الشرح أقدر آني أطلع سؤاليا أول سؤال ما أهمية العظام لجسم الإنسان وسؤال ثاني لماذا يكون العظم صلب ولا يتفتت بسهولة أهمية العظام مثل ما قلنا توفير الدعم والإسناد وتكوين الهيكل العظمي للجسم أما لماذا تكون العظام صلبة ولا تتفتت بسهولة لتوفير دعامة قوية للجسم أيضا عندي سؤال آخر من خلال الشرح قلنا أنه للعظام أشكال وأحجام مختلفة أقدر هنا أستخرج سؤال ما أشكال العظام أشكال العظام أما تكون طويلة مثل عظام الأطراف أو تكون قصيرة مثل عظام الأصابع لاحظوا العظام تكون كثيرة كم يبلغ عدد العظام بجسم الإنسان؟ طبعا يبلغ عدد العظام بجسم الإنسان البالغ 206 عظمة تقريبا 206 عظمة العظام تتكون من ثلاث طبقات وتحتوي بداخلها نخاع العظم هذا الشي جعلها تكون صلبة وغير أو لا تتفتت بسهولة وبالتالي توفر الدعم والإسناد للجسم بعد ما عرفنا المعلومات العامة عن العظام والجهاز الهيكلي رح نجي على سؤال ما المقصود بالجهاز الهيكلي الجهاز الهيكلي هو أحد أجهزة الجسم يقوم بدعم وإسناد الجسم ويحدد شكل الجسم ويحمي الأجزاء الداخلية للجسم يتكون من عظام مختلفة الشكل والحجم طبعا معنا يحمي الأجزاء الداخلية للجسم إن شاء الله رح نأخذها إحنا بالقفص الصدري يحمي الرأتين والقلب بداخله وبالتالي فالقفص الصدري من أجزاء الجهاز الهيكلي فيحمي الأجزاء الداخلية للجسم عن طريق طبعا القفص الصدري آخر سؤال قبل ما نبدأ بأجزاء الجهاز الهيكلي متى يبدأ تكون العظام ومتى يتوقف نموها طبعا يبدأ تكونها بمرحلة الجنين ويتوقف نموها عندما يبلغ الإنسان يعني بحدود عشرين عام تقريبا أما أقسام الجهاز الهيكلي فالجهاز الهيكلي يقسم إلى قسميا واللي هي الجهاز الهيكلي المحوري الجهاز الهيكلي المحوري واللي يتألف من الجمجمة والقفص الصدري والعمود الفقري طبعا الجهاز الهيكلي المحوري هو أحد أقسام الجهاز الهيكلي يتكون من ثلاث أجزاء رئيسية وهي الجمجمة والقفص الصدري والعمود الفقري أما الجهاز الهيكلي الطرفي الجهاز الهيكلي الطرفي يتكون من حزام الكتف والأطراف العليا وهزام الحوض والأطراف السفلة فمن أعرفه أقول هو أحد أقسام الجهاز الهيكلي يتألف من حزام الكتف والأطراف العليا وحزام الحوض والأطراف السفلة نبتدأ بأول جزء من أجزاء الهيكلي المحوري أو الجهاز الهيكلي المحوري أول جزء لهي الجمجمة الجمجمة أول أجزاء الهيكلي المحوري تتكون من عظام ملتحمة مع بعضها تتكون من عظام ملتحمة مع بعضها وهي عظام الرأس محجر العينين عظام الوجنتين وعظام الفكين والأسنان وظيفة الجمجمة حماية الدماغ وأعضاء الحس من المؤثرات الخارجية إذن ما وظيفة الجمجمة؟ حماية الدماغ من العفو وأعضاء الحس من المؤثرات الخارجية أيضاً عندنا سؤال ما العظام المكونة للجمجمة؟ عظام الرأس محجر العينين عظام الوجنتين عظام الفكين والأسنان هذه بالنسبة للجمجمة أما الجزء الآخر من الجهاز الهيكلي المحوري هو القفص الصدري القفص الصدري أحد أجزاء الهيكل المحوري يتكون مثل ما تلاحظون بالصورة من الأضلاء وعظم القص يتكون من الأضلاء وعظم القص يتمتع بالمرونة ووظيفته حماية القلب والرئتين من المؤثرات الخارجية إذن هنا لدينا عدة أسئلة سؤال ما المقصود بالقفص الصدري؟ أحد أجزاء الجهاز الهيكلي يتكون من الأضلاء والقص يتمتع بالمرونة وظيفته حماية القلب والرئتين من المؤثرات الخارجية سؤال آخر من خلال الشرح قلنا أنه القفص الصدري يتمتع بالمرونة لماذا يتمتع القفص الصدري بالمرونة؟ لقابلية الأضلاء على الحركة لقابلية الأضلاء على الحركة أو أقدر أعكس السؤال أقول للأضلاء القابلية على الحركة لماذا الأضلاء لها القابلية على الحركة؟ للمساعدة في عملية التنفس لأن مثل ما ذكرنا القلب والرئتين بداخل القفص الصدري والرئتين ساعد أكيد عضو التنفس هي تعتبر فإذن الأضلاء لها القابلية على الحركة للمساعدة بعملية التنفس من خلال الرئتين اللي موجودة بالقفص الصدري أيضا عندي سؤال ما وظيفة القفص الصدري وظيفة القفص الصدري حماية القلب والرئتين من المؤثرات الخارجية عندي سؤال أيضا عن القفص الصدري لهي ما المقصود بالأضلاع مثل ما تتلاحظون الأضلاع عظام مقوسة تتصل من الأمام بعظم القص عظام مقوسة تتصل من الأمام بعظم القص أما الجزء الثالث من الهيكل المحوري واللي هو العمود الفقري العمود الفقري هو المحور الذي يحمل جسم الإنسان المحور الذي يحمل جسم الإنسان يتكون مثل ما تتلاحظون من سلسلة من الفقرات سلسلة من الفقرات يبلغ عدد الفقرات 33 فقرة يبلغ عدد الفقرات 33 فقرة وضيفة العمود الفقري حماية الحبل الشوكي وبالإضافة إلى هذا انتصاب قامت الجسم حماية الحبل الشوكي وانتصاب قامت الجسم إذن ما المقصود بالعمود الفقري هو المحور الذي يحمل جسم الإنسان ويتكون من سلسلة من الفقرات يبلغ عددها 33 فقرة وظيفته حماية الحبل الشوكي وانتصاب قامت الجسم إذن هنا أيضا عندي سؤال ما وظيفة العمود الفقري وظيفة العمود الفقري حماية الحبل الشوكي وانتصاب قامت الجسم أيضا عندي سؤال ما المقصود بالفقرات الفقرات تراكيب عظمية قرصية الشكل مثل ما تلاحظون بالصورة اللي أمامكم تراكيب عظمية قرصية الشكل تكون العمود الفقري تراكيب عظمية قرصية الشكل تكون العمود الفقري عددها 33 فقرة مثل ما تلاحظ الفقرات المتصلة مع بعضها يوجد فيما بينها أقراص هذه الأقراص تسمى أقراص ما بين الفقرات طبعا الأقراص ما بين الفقرات عبارة عن تراكيب طرية تعمل كوسائد حماية ضد الصدمات وتسمح للفقرات بالانحناء إذن ما المقصود بالأقراص ما بين الفقرات تراكيب طرية تعمل كوسائد حماية ضد الصدمات وتسمح للفقرات بالإنحناء طبعا يجي كتعريف ويجي كوظيفة أيضا سؤال عن العمود الفقري مثل ما تلاحظون بالصورة كيف يبدو شكل العمود الفقري حين ننظر إليه من الأمام ومن الجانب طبعا من الأمام لاحظوا رقم واحد هذا عندما ننظر إليه من الأمام كيف يبدو يبدو مستقيم ولاحظوا رقم اثنين هذا من الجانب كيف يبدو يبدو منحني إذن من الأمام يبدو مستقيم ومن الجانب يكون منحني بعد الانتهاء من الهيكل المحوري نبتدي بالهيكل الطرفي الهيكل الطرفي يتألف من جزئين اللي هو حزام الكتف والأطراف العليا وحزام الحوض والأطراف السفلة نبتدي بحزام الكتف والأطراف العليا أول سؤال أين يقع حزام الكتف؟ يقع حزام الكتف بالجزء العلوي من الصدر مما يتألف حزام الكتف؟ يتألف حزام الكتف من عظم الترقوة ولوح الكتف إذن عظم الترقوة ولوح الكتف عظم الترقوة يكون على شكل حرف S بينما لوح الكتف يكون مثلث الشكل ومسطح إذن أين يقع حزام الكتف ومما يتألف؟ يقع في الجزء العلوي من الصدر ويتألف من عظم تين هي عظم الترقوة ولوح الكتف أما الأطراف العليا واللي هي الذراعين الذراعين يتألف الذراع الواحد من ثلاث عظام العضد وعظام السائد وعظام اليد عظم العضد وعظام السائد وعظام اليد نبتدي بعظم العضد عظم العضد عظم طويل يتصل من الأعلى بعظم الكتف ومن الأسفل بعظم الساعد عظم طويل يتصل من الأعلى بعظم الكتف ومن الأسفل بعظم الساعد أما عظام الساعد فهي ثاني عظام الذراع تتكون عظام الساعد من عظمتين واللي هي عظم الزند وعظم الكعبرة أما عظام اليد طبعاً اليد هي عضو يحتوي على أكبر عدد من العظام تقريباً بحدود 27 عظمة تتكون عظام اليد من عظام الرسغ عظام المشط والسلاميات إذن مما تتكون عظام اليد من عظام الرسغ عظام المشط وعظام السلاميات هذه بالنسبة لحزام الكتف والأطراف العليا أما حزام الحوض والأطراف السفلة مثل ما تلاحظون بالصورة الأمامكم حزام الحوض يتصل من الأعلى بالعمود الفقري يتصل من الأعلى بالعمود الفقري ومن الأسفل بمن؟ بعظم الفخد يتصل من الأعلى بالعمود الفقري ومن الأسفل بعظم الفخد طبعاً عظم الفخد هو أحد عظام الأطراف السفلة الأطراف السفلة واللي هي الأرجل مؤلفة أيضاً من ثلاث عظام واللي هي عظم الفخد وعظم عظام الساق وعظام القدم نبتدي بعظم الفخد عظم الفخد هو أطول عظام الجسم وأكثرها صلابة لماذا يكون أظم الفخد هو أطول عظام الجسم وأكثرها صلابة؟ لأن كل وزن الجسم يرتكز عليه لماذا يكون أظم الفخد من أطول العظام في الجسم وأكثرها صلابة؟ لأن كل وزن الجسم يرتكز عليه بعد أظم الفخد لدينا عظام الساق عظام الساق لهو تتكون من القصبة والشضية عظام الساق تتكون من القصبة والشضية أما عظام القدم مثل ما تلاحظون تتكون من عظام الكاحل وعظام المشط والسلاميات إذن مما تتكون عظام القدم؟ من عظام الكاحل والمشط والسلاميات بعد الانتهاء من الجهاز الهيكلي المحوري والجهاز الهيكلي الطرفي رح نجي على سؤال يمتاز جسم الإنسان بمرونة عالية تمكنه من القيام بحركات مختلفة لماذا يمتاز جسم الإنسان بهذه المرونة؟ طبعا يمتاز جسم الإنسان بهذه المرونة لقابلية العظام على الحركة لوجود المفاصل لقابلية العظام على الحركة لوجود المفاصل إذن ما المقصود بالمفاصل؟ المفاصل مثل ما تلاحظون الصورة اللي أمامكم هي عبارة عن تراكيب عظمية تربط عظمتين مع بعضهما البعض وتسمح لهما بحرية الحركة تراكيب عظمية تربط عظمتين مع بعضهما وتسمح لهما بحرية الحركة إذن هنا عندنا سؤال ما فائدة المفاصل؟ أو ما وظيفة المفاصل؟ ما أهمية المفاصل؟ تراكيب عظمية تربط عظمتين مع بعضهما وتسمح لهما بحرية الحركة طبعا للمفاصل أنواع المفاصل الثابتة المفاصل الثابتة معناها أن تبتصل العظام مع بعضها اتصال متين لا يسمح لها بالحركة مثل عندنا عظام الجمجمة عظام الجمجمة من المفاصل الثابتة إذن ما نوع المفاصل بعظام الجمجمة مفصل ثابت يتصل العظم مع بعضها أو تتصل العظام مع بعضها اتصال متين لا يسمح لها بالحركة بينما النوع الثاني من المفاصل اللي هي المفاصل المتحركة المفاصل المتحركة مثل مفصل الكتف ومفصل اليد ومفصل الركبة مفصل الكتف مفصل اليد ومفصل الركبة إذن ما أنواع المفاصل في الجسم المفاصل الثابتة مثل عظام الجمجمة والمفاصل المتحركة مثل مفصل الكتف واليد وغيرها بينما عدنا سؤال آخر ما أشكال المفاصل نحن نتبهوا ما أنواع المفاصل وما أشكال المفاصل أنواع المفاصل ثابتة ومتحركة أشكال المفاصل شكل كروي مثل مفصل الكتف المبينة صورته أمامكم وشكل آخر اللي هو شكل أسطواني مثل مفصل الساعد إذن ما أشكال المفاصل شكل أسطواني مثل مفصل الساعد وشكل كروي مثل مفصل الكتف هنا عدنا سؤال لماذا تكون أشكال المفاصل مختلفة لاحظوا الآن مفصل الكتف كروي مفصل الساعد أسطواني لماذا تكون أشكال المفاصل مختلفة في الجسم؟ طبعا بحسب شكل العظم الذي تتصل به والوظيفة التي يقوم بها بحسب شكل العظم الذي تتصل به والوظيفة التي يقوم بها أيضا بعد ما انتهينا من المفاصل هناك تراكيب مرنة هذه التراكيب المرنة تغلف نهاية كل عظم هذه التراكيب تسمى بالغضاريف إذن ما المقصود بالغضاريف؟ الغضاريف هي تراكيب مرنة تغلف نهاية كل عظم وظيفتها منع احتكاك العظام مع بعضها وإصابة الجهاز الهيكلي بالأمراض يعني لو نتخيل أنه هذه المادة اللي هي مبينة أمامكم باللون الأزرق شانت ما موجودة شا حيصير بالعظام؟ رح تبدي تحتك مع بعضها البعض وبالتالي الجهاز الهيكلي رح يصاب بالأمراض فإذن الغضاريف هي تراكيب مرنة تغلف نهاية كل عظم وظيفتها منع احتكاك العظام مع بعضها وإصابة الجهاز الهيكلي بالأمراض أيضا رح نجي هنا إلى سؤال ما الطريقة المناسبة أو الصحيحة لحمل الأشياء من الأرض؟ ولماذا؟ طبعا بالبداية يجب أن نجلس قبل ما نحمل الشيء يجب الجلوس على الأرض بعدها حمل الشيء ثم الاستقامة بهالشكل مثل ما موضح أمامكم بالصورة ليش؟ لأن إذا رأسا إنحنينا فالعمود الفقري رح يصاب بأذى نتيجة الإنحناء المفاجئ فهمنا؟ إذن بعد الانتهاء من الموضوع وقالنا سؤال أخير لهي كيف أحافظ على صحة الجهاز الهيكلي وسلامته؟ طبعا حتى دعا حافظ على صحة الجهاز الهيكلي وسلامته بالبداية أتناول الأغذية الغنية بالكاليسيوم مثل عندنا الحليب ومشتقاته وأيضا الخضروات ليش لازم نتناول الأغذية الغنية بالكاليسيوم؟ مثل الحليب ومشتقاته والخضروات حتى تصبح عظامنا قوية لأن الكاليسيوم يدخل بتركيب العظام ونموها لتصبح العظام قوية لأن الكاليسيوم يدخل في تركيب العظام ونموها أيضا عدم الإكتار من المشروبات الغازية طبعا لماذا يجب عدم الإكتار من المشروبات الغازية ليش؟ لأنها تؤدي إلى نخر العظام وهشاشتها لأن المشروبات الغازية تسبب نخر بالعظام والهشاشة أيضا أدنى تجنب حمل الأشياء الثقيلة تجنب حمل الأشياء الثقيلة وفي حال حمل الأشياء لازم نحملها بصورة متوازنة على طرفي الجسم حمل الأشياء بصورة متوازنة على طرفي الجسم أيضا الجلوس بشكل صحيح وسليم بحيث يكون العمود الفقري مستقيم مثل ما ملاحظ بالصورة الجلوس بشكل صحيح ومستقيم بحيث يكون العمود الفقري مستقيم مثل ما بالصورة أيضا أدنى ممارسة الرياضات المفيدة والمختلفة لأنها تجعل الجهاز الهيكلي قوي والساعد على حركة العظام بشكل مرن أو بصورة مرنة أكثر إذن ممارسة الرياضات المختلفة وأيضا تجنب الرياضة العنيفة كي لا يصاب العظام أو لا تصاب العظام بالكسور تجنب الرياضة العنيفة كي لا تصاب العظام بالكسور نبتدي بالدرس الثالث واللي هو الجهاز العضلي وصحته أول سؤال عندنا بالجهاز العضلي ما المقصود بالجهاز العضلي ومما يتكون الجهاز العضلي أحد أجهزة الجسم المسؤول عن الحركة أحد أجهزة الجسم المسؤول عن الحركة وأيضا مثل ما نلاحظ بالصورة تحديد الهيئة الخارجية للجسم تحديد الهيئة الخارجية للجسم يتكون من مجموعة كبيرة من العضلات والأوتار وإن شاء الله سنأخذها أثناء الشرح شنو معنى العضلات وشنو معنى الأوتار فإذن يتكون من مجموعة كبيرة من العضلات والأوتار ما وظيفة الجهاز العضلي؟ وظيفته مسؤول عن الحركة وتحديد الهيئة الخارجية للجسم مثل ما تلاحظون بالصورة الأمامنة الجسم مليء بالعضلات ويبلغ عدد العضلات بجسم الإنسان تقريبا بحدود 640 عضلة حوالي 640 عضلة طبعا العضلات تتكون من مجموعة كبيرة من الخلايا العضلية تتكون من مجموعة كبيرة من الخلايا العضلية إذن فس هنا أدي سؤال ما الذي يساعد الرياضي في ممارسة رياضة رفع الأثقال؟ حتى يشيل الثقل الرياضي يحتاج إلى العضلات ويحتاج إلى العظام ويحتاج إلى الأوتار العظام العضلات الأوتار العضلات مثل ما تلاحظ تغطي أي جزء من أجزاء الجسم تغطي أي جزء من أجزاء الجسم العضلات تغطي العظام وأيضا تكون الأجزاء الداخلية بالجسم طبعا معظم الأجزاء الداخلية بالجسم العضلات إذا أريد أعرفها هي عبارة عن نسيج عضلي قوي نسيج عضلي قوي تكسو العظام نسيج عضلي قوي تكسو العظام تتكون مثل ما ذكرنا من مجموعة من الخلايا العضلية تتكون من مجموعة من الخلايا العضلية العضلات تنقبض وتنبسط تنقبض وتنبسط لتحرك العظام تنقبض وتنبسط لتحرك العظام وأيضا تعطي للجسم الشكل والمرونة تعطي للجسم الشكل والمرونة إذن هنا عدنا عدة أسئلة ما فائدة العضلات فائدة العضلات تحرك العظام وتعطي للجسم الشكل والمرونة أيضا عنده سؤال آخر كيف تحرك العظلات العظام تحرك العظلات العظام من خلال الإنقباض والإنبساط تنقبض وتنبسط فتتحرك العظام نتيجة لذلك تنقبض وتنبسط فتتحرك العظام نتيجة لذلك طبعا للعضلات أنواع حسب أما حسب موقعها أو حسب طبيعة عملها حسب موقعها أو حسب طبيعة عملها إذن على أي أساس قسمة العضلات؟ قسمة العضلات على أساس موقعها وعلى أساس طبيعة عملها تنقسم العضلات إلى أنواع على حسب موقعها أو مثلا سؤال ما أنواع العضلات حسب موقعها في الجسم؟ أنواع العضلات حسب موقعها في الجسم عضلات داخلية وعضلات خارجية عضلات داخلية وعضلات خارجية بينما سؤال آخر ما أنواع العضلات من حيث طبيعة عملها من حيث طبيعة العمل عضلات إرادية وعضلات لا إرادية العضلات الإرادية لاحظوا بالصورة اللي أمامنا هذه العضلات تعتبر عضلات إرادية ليش؟ لأن ترتبط بالهيكل العظمي للجسم وتخضع السيطرة الإنسان بما معنى أن الإنسان يتحكم بحركتها مثل عندنا الذراعين، القدمين، الوجه هذه كلتها العضلات تعتبر عضلات إرادية أي ترتبط بالهيكل العظمي وتخضع لسيطرة الإنسان فيتحكم بحركتها مثل الذراعين والقدمين والوجه طبعا العضلات الإرادية لها أشكال إذن إحنا عدي سؤال، ما أشكال العضلات الإرادية في الجسم؟ ما أشكال العضلات الإرادية في الجسم؟ منها الطويلة مثل ما ملاحظين بالصورة التي أمامكم الطويلة مثل عضلات الساقين أشكال العضلات، انتبهوا أشكال العضلات الإرادية الطويلة مثل عضلات الساقين وعدنا أيضا القصيرة مثل العضلات حول العمود الفقري القصيرة مثل العضلات حول العمود الفقري وأيضا عدنا العريضة اللي هي عضلات البطن العريضة اللي هي عضلات البطن هنا عدنا سؤال هل يختلف عدد العضلات بين الرياضي رياضي كمال الأجسام والشخص العادي؟ طبعا عدد العضلات ما يختلف لكن اللي يختلف كبر العضلة هي اللي تختلف أو حجم العضلة هو اللي يختلف بينما كعدد؟ لا ما يختلف فقط يختلف حجمها أيضا عندي سؤال عن العضلات الإرادية لماذا ترتبط أنواع العضلات الإرادية بالجهاز الهيكلي؟ لماذا العضلات الإرادية ترتبط بالجهاز الهيكلي؟ لأن الجهاز الهيكلي مسؤول عن حركة الإنسان وحركة الإنسان تكون إرادية لأن الجهاز الهيكلي مسؤول عن حركة الإنسان وحركة الإنسان تكون حركة إرادية أما العضلات اللا إرادية هي عضلات لا تخضع لسيطرة الإنسان عضلات لا تخضع لسيطرة الإنسان فلا يتحكم بحركتها فلا يتحكم بحركتها من العضلات اللي ما يتحكم بها الإنسان واللي ما تخضع السيطرته مثلا عضلات القلب عضلات المعدة أي عضلات الأعضاء الداخلية إذن عضلات القلب والمعدة من العضلات اللائرادية مثل ما متوضحتكم بالصورة هنا عضلات القلب لاحظوا بالصورة اللي أمامنا وجود الأعصاب ما فائدة الأعصاب أو سؤال من المسؤول عن تنسيق عمل العضلات لاحظوا وجود الأعصاب مع العضلات الأعصاب هي المسؤولة عن تنسيق عمل العضلات إذن من أسأل من المسؤول عن تنسيق عمل العضلات؟ الأعصاب التي ترتبط بالعضلات وبالجهاز العصبي التي ترتبط بالعضلات وبالجهاز العصبي إذن هذا سؤال مهم انتبهوا عليه من المسؤول عن تنسيق عمل العضلات؟ الأعصاب هي المسؤولة عن تنسيق عمل والعضلات نجي على الصورة اللي أمامنا هذه الصورة اللي أمامنا توضح أنه الجهاز الهيكلي الجهاز الهيكلي مع الجهاز العضلي يكونان معا جهاز واللي هو الجهاز الحركي فإذا الجهاز الحركي ما المقصود بالجهاز الحركي؟ الجهاز الحركي هي تسمية تطلق على الجهازين الهيكلي والعضلي تسمية تطلق على الجهازين الهيكلي والعضلي عندما يعملان معا تسمية تطلق على الجهازين الهيكلي والعضلي عندما يعملان معا بعد الانتهاء من العضلات رح نجي على الأوتار لاحظوا بالصورة اللي أمامنا الأوتار هي عبارة عن تراكيب تربط العضلات بالعظام الأوتار هي تراكيب تربط العضلات بالعظام إذا انتبهتوا المفاصل عندنا وعندنا الأوتار لازم ننتبه على الفرق بين المفصل وبين الوتر المفصل يربط عظمتين مع بعضها ويسمح بحرية الحركة بينما الوتر يربط عظم بعضلة هذا فرق المفصل عن الوتر المفصل يربط عظمتين الوتر يربط عظمة بعضلة أدنا السؤال كيف تربط عضلات الساقين بعضام الساقين بما أن عضلات الساقين وعضام الساقين إذن أكو عضل أو أكو عضام فإذن عن طريق الأوتار لأن الأوتار تربط العضلات بالعضام بينما إذا قلنا كيف تربط عضمة الساق بعضمة مثلا أخرى مثل عضمة القدم أو عضمة الفخد بعضمة الساق هذه تربط عن طريق المفاصل لأن عضمة بعضمة أخرى لاحظتوا الفرق؟ وأخيرا حتى لا حافظ على صحة وسلامة جهازي العضلي لازم أتبع أدة عادات من ضمنها ممارسة الرياضة اليومية ممارسة الرياضة اليومية طبعا ليش لازم أمارس الرياضة اليومية؟ حتى تمد عضلاتي بالنشاط وتجعلها أقوى لتمد العضلات بالنشاط وتجعلها أقوى أيضا عدم القيام بالحركات العنيفة والمفاجئة لأن تسبب تمزق بالعضلات عدم القيام بالحركات العنيفة والمفاجئة لأنها تسبب تمزق بالعضلات بالإضافة إلى هذا تجنب الوقوف لفترات طويلة لأن تسبب الإعياء لعضلات الساقين وعدم القيام بوظائفها بشكل صحيح طبعا معنى الإعياء أو ما المقصود بالإعياء؟ الإعياء هو تعب شديد تعب شديد يصيب العضلات الإعياء هو تعب شديد يصيب العضلات بسبب العمل والوقوف لفترات طويلة تعب شديد يصيب العضلات بسبب العمل والوقوف لفترات طويلة أيضا النقطة الأخيرة عدم مشاهدة التلفاز والحاسوب لمدة طويلة لأن إذا شاهدنا الحاسوب والتلفاز المدة طويلة هذا يسبب إجهاد العضلة العين أيضا عندي من الأغذية اللي تفيد بنمو العضلات اللي هي اللي تحتوي على البروتين مثل اللحوم والبقوليات اللي هي من الأغذية الغنية بمادة البروتين لأن البروتين هو اللي يبني العضلة لازم احنا نتغذى على اللحوم والبقوليات حتى تساعد على تقوية العضلات وتمدها بالنشاط وتجعلها أقوى أيضا من الرياضات المفيدة للعضلات المشي وركوب الدراجات ومن الرياضات الضارة للعضلات المصارعة والكراتية إلى هنا ننتهي من درسنا لهذا اليوم وإن شاء الله تكونوا نستفاديتوا من الدرس